كابتن حسام حسام برحب بديوفي الكبار لمشرفيننا ومنوريننا ايه داري القرى المصرية كابتن طارق يحيا ده مهيب زكا كابتن طارق حبيب ازاي نورنا كله تمام جاهز جاهز باش كابتن جمال غندوري العالمي بص علامي بجد بقى طبعا يعني مش كلمة كده في الهوى كابتن جمال غندوري العالمي انا برحب بك مهيب وتحياتي لك وسعيد جدا بوجود كابتن طارق النهاردة من شخصات الجليلة العزيزة على قلبي ومن الناس المنصفة دايما حتى لو الموضوع يخص في رقيته يومك صعب النهاردة بالعكس انا الحمد لله الامور طالما انت بتلجأ الى القانون وبتلجأ الى العرف وفهم كرة القدم عمرك ما هيبه فيه عندك حاجة صعبة بالعكس طيب كابتن طارق فيه ناس كتير انا معانيش المقدمة اللي انا قلتها تبوضح حاجات كتير جدا محدش عارف فيه تفاوض كبير جدا ما بين اللعيب من منتخذنا الوطن سواء في النادي الاهلي سواء النادي الزماني النادي الزمانيك لعب ماتشط حتى بعد يكون في الرايب ماتشين تقريبا النادي الاهلي رايح بعد دورة ابطال الافرق اللعيبة كانوا في راحة سلبية فيه لعيبة قاعدت بالاسبوع راحة سلبية تفاوض في المستوى البدني للعيب من منتخذنا الوطن طيب بصتر مهيبه طبعا ما فيش شك ان الفترة دي صعبة جدا زي ما انت قلت التوقيت كان صعب جدا جدا انت طالع من بطلطين زي مالك واهلي ويمكن دول بيمثلة نص منتخب مصر على مستوى الاختيارات لم يكن يزيد يعني لو احنا بصنا للعيبة اللي هي محترفة برة هتلاقي برضو زي مالك او اهلي اللعيبة اللي هي متاخدة من الاندية التانية برضو هتلاقيهم زي مالك واهلي يعني عموما السواد الاعظم كله من الناديين والحقيقة الناديين عاملين يعني بطلطين كبار جدا زي ما انت قلت كونفدرالية الافريقية ودور الابطال ودول اعلى بطلطين في القارة الافريقية وبالتالي انت حطيت نفسك في نمبر وان يعني من رواحة قلاص انت دلوقتي مطلوب انك توصل كاس العالم مطلوب ان انت تاخد كاس امه افريقية اللي جاية مجدوب كل شيء لانك انت خلاص بقيت سيد افريقيا زي ما بيتقال ولكن نرجع للمستوى الفني قبل البدن يا مهيب مستوى الفني والبدني ليه الفني قبل البدني كمان لبعض اللعيبة مش كل اللعيبة خلي بالك لبعض اللعيبة سواء في الزمالك والاهلي الحقيقة ما كانش على مستوى مطلوب بدليل ان انت في الكنفدرالية يمكن المدربين كان لهم دور كبير جدا سواء بالسيطرة او عدم السيطرة في التغييرات اللي حصلت فيه مطش الاهلي ومطش الزمالك ولكن ارجع اقولك ان يعني الامور كانت صعبة جدا على الفرقتين سواء الاهلي او الزمالك يمكن شوفنا التراجي كان اكتر من ند النادي الاهلي سواء في المطش اللي هناك او المطش اللي هنا نفس الكلام بنهضة بركان كانت اكتر من ند كابتن حسام حسن اشهد كثيرا بالعيب النادي الزمالك لان العيب النادي الزمالك انضمه لمعسكر المنتخب من برج العرب للقاهرة بعد ضغط كبير جدا في المباراة شرف لاي حد يا مهيب انه ينتقل اولا شرف للنادي ده حاجة كبيرة جدا لدي الزمالك او ان اي نادي اخر انه يتخذ منه ملعيب للعيب للمنتخب بتبقى فرحة مزدوجة ما بين المسئولين في النادي وما بين اللعيب نفسه وبالتالي دي مسئولية مسئولية على اللعيبة دي مصر انا مش راح لعب في منتخب لا بلعب في منتخب مصر ودي اعلى كاتجري فيه الرياضة عمون فأي بلد وبالتالي الواحد لما كان بيختار لمنتخب مصر كان بيبقى فرحان لما كانش كان بيبقى زعلان جدا وبالتالي ملك فيه فينك يا كابتن اسماعيل فينك يا كابتن علاء عشان تسمعوا اللي انا هقوله